السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وخلال هذه المراجعة راح أتحدث عن أحدث هواتف شركة سامسونج العريقة طبعاً إحنا متعودين من شركة سامسونج في كل عام تظهر لنا سلسلة ال-S وجاهزين اليوم في استعراض سامسونج جالكسي S21 وفي البداية هذا هو عرض الصندوق جالكسي S21 وزي ما نشوف شركة سامسونج قررت تستغني عن رأس الشاحن والسبب حتى تكون صديقة للبيئة طيب نفتح الصندوق ونشوف وش موجود بداخله اللي بداخل هذه العلبة الصغيرة دفتر التعليمات وكيبل ال-USB تايب سي وموجود دبوس الشريحة بشيل الملصق اللي موجود عليه من الخلف اللون الذهبي من كل أطراف الهاتف وطبعاً هذا اللون الفايلت أو اللون الموف زي ما تشوفون من الأسفل منفذ الشاحن عندنا وهنا السبيكر عندنا الأزرار هنا زر رفع وخفض الصوت وعندنا زر التشغيل فعلت الجوال وحطيت بصمة الوجه وتظاهر أنه سامسونج اختارت الرمال المتلونة حتى تكون واجهة لها شوفوا هذه الرمال المتحركة طبعاً لو تلاحظون القفل فوق مغلق لما أحط وجهه فتح القفل وهذه الشاشة الرئيسية لهاتف الجالكسي S21 أو واجهة المستخدم اللي تستخدمها السامسونج وهي One UI الإصدار الثالث طبعاً هذه هي شكلها هذه كل التطبيقات اللي موجودة بداخلها هنا الإعدادات زي ما تشوفون وبنتكلم عن المواصفات كاملة إيش مواصفاتها؟ البطارية 4000 ميلي أمبير مع سعة تخزين 256 جيجا بايت الرام أو الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت الهاتف يقبل شريحتين سيم كارد الهاتف يدعم اتصال فائق السرعة الجيل الخامس أو الفايف جي بالإضافة أنه نظام التشغيل الموجود فيه هو الأندرويد الإصدار الحادي عشر والجديد والهاتف يجي بأحدث معالج إكزينوس 2100 وإش رأيكم الحين؟ نتكلم عن خصائص الكاميرا ومميزاتها الكاميرا الخلفية زي ما تشوفون بثلاث عدسات ثنتين منها 12 ميجا بيكسل والرئيسية 64 ميجا بيكسل وبوريكم واحدة من اللقطات إش رأيكم بلقطة مباشرة وبجرب كاميرا السيلفي هذه كاميرا السيلفي وزي ما تشوفون فيه خيارات كثيرة في التصوير على سبيل المثال عندنا الواقع المعزز في المحترف إذا أنا بتحكم بفتحة العدسة بسرعة الغالق وغيرها طبعا فيه البانوراما الوضع الليلي تصوير الطعام فيه فيديو عمودي وفيه الحركة البطيئة وفيه عندهم عرض المخرج طبعا عرض المخرج هذا يعطينا بعض المقاطع بلمسات فنية ومنتاج وفيه الصور الشخصية وهذه تركز على إذا الواحد يبغى ياخذ لقطة لصورة شخصية العزل جميل جدا لو تلاحظون اللي خلفي كيف معطيه التغبيش من ناحية التصوير على فكرة هذه حجم الشاشة 6.2 بوصة وبتقنية FHD بلس ونقاوتها ما يحتاج أقول زي ما تشوفون قدامكم معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز وهذا الموضوع يهم محبي الجيمينج وأيضا متابعي الأفلام الحركة والسرعة اللون اللي معي هو اللون الذهبي مع البنفسجي طبعا يجي بأربعة ألوان الرمادي والزهري والأبيض وهذا اللون البنفسجي المستشعرات اللي موجودة فيه بصمة الأصبع على الشاشة زي ما تشوفون وأيضا بصمة الوجه وفي الختام أتمنى أنكم استمتعتوا ورح أذكر لكم الأسعار نسخة المية وثمانية وعشرين جيجا بايت المساحة رح تكون بثلاثة وثلاثمية وتسعة واربعين ريال أما نسخة الميتين وستة وخمسين جيجا بايت رح تكون بثلاثة وخمسمية وتسعة واربعين ريال ومتوفرة في محلات التجزئة بالمملكة العربية السعودية أو من سامسونج مباشرة هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر أترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله موسيقى